من جهته أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر أن هناك خطة استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 يتم تحديثها كل عامين نحن عندنا خطة استراتيجية لقطاع الطاقة بأكمله اللي هو حكتين البترول والكهرباء والكلام دي بايس سنة 2035 والدراسة دي موجودة يعني قبر أي حد يمر إليها دي دراسة يعني ملت المسلين جميعا الفجرة يفهم أن الدراسة دي بيحدث لها تحديث باستمرار لأن لما حدنا نشوف النسب المختلفة من حاجة التانية بتعتمد أيضا على الاقتصادية للأمر وعلى إتاحة الوقود الأولي المستخدم فيه كل تكنولوجيا المختلفة